حتى الأرض التي يملكونها لا يسمح لهم بدخولها إلا بتنسيق مسبق ففي أي لحظة ربما يتعرض أحدهم لحجر يفج رأسه أي أن زيت الزيتون في فلسطين مغمس بالدم هذه المناطق الواقعة جنوب الخليل تتعرض لاعتداءات يومية من المستوطنين المتطرفين تزداد وطيرتها مع قدوم موسم قطف الزيتون نعاني من أن نقدر ندخل لا نقنب ولا نحرث ولا نقدر نكطف الزيتون إلا بالسرقة سرقة إنه مدة طويلة من يوم ما بلش المستوطنين وإذا بيشوفوك ببلشوا حجار بيسرقون الثمر بيجوه لك الشرطة واكتب عليك تعهد الشرطة الإسرائيلية في قرية أربعة إحنا ما منقدر ندخلها إلا بتنسيق صعب كمان التنسيق ثلاث ساعات التنسيق أكثر لا حياة المزارعين والفلاحين في المناطق المهددة بالإستطان والمستولى عليها تحتاج إلى دعم متعدد الأشكال ليحافظوا على أراضيهم في ظل هجمات متكررة إحنا بدنا نحافظ على أرضنا هذا أرضنا وهذا زيتوننا بدنا نحافظ عليه وبدنا نخلي المواطن المزارع يشعر أنه هذا موسم خير وبركة مش موسم زيت مغمس بالدم هذا وتم اقتلاع مئات أشجار الزيتون خلال الأيام الماضية كان آخرها في الخليل ونابلس على يد ما تعرف بعصابة شبيبة التلال التي تحرق وتبطش وتدمر أمام مرأة حكومة الاحتلال هذا الشارع يفصل بين مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل في أضفة الغربية وبين كذلك الأراضي الفلسطينية المزروعة بأشجار الزيتون اعتداءات يومية متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين على الأهالي وعلى المنازل وكذلك على هذه الأراضي سواء بتقطيع الأشجار أو بحرقها رائد الشريف الغد الخليل فلسطين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة